موسيقى 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 حتطلع مظبوطة مظبوطة لا انا معنىش شي انا عديت مرحلة الخالص دي بقت نص قوي يعني اقول بقى المقادير بتاعت الفراخ بالتوم واللمون هي اكلة لبناني وان شاء الله تعجبكو بنجيب فرخة نقطعها ثمين قطع بنستعمل كباية زيت زاتون نصف كباية لمون راس طوم كاملة مفرومة راس طوم كاملة فلفل ملح فرخة 8 كوب عصير لامون كوب زيت زاتون راس طوم مفرومة ملح وفلفل دلوقتي لو حد ما عندوش زيت زاتون ما فيش مشكلة ان احنا نستعمل زيت عادي او زيت زاتون على لامون الناس كلها بتشتري دلوقتي لانه كمان صحي اكتر وانتي بتعملي نبتاد احنا نعرف الوان الموضة في الميكوب الوان الموضة في الميكوب مع الاسف بقى الروشات من فرقعة قوي بقى الفوشيا والأورانج لغد دلوقتي حتى في الشتة يعني انا لسه الوان اللي هي الفوشيا اللي بحطها دي تبا هي بتحط الزيت على اللامون اوه انا منتكلم بطه في الميكاة انا نعمل وقش بالتعليف كده والتوم طب بوسي الوان الموضة دلاتي الزيتي والنبيتي ده في اللبس ينطبق على الميكوب ولا لا يعني ده السفاري طال عموضة جدا لسه فبتحط عليه ميكوب الوان ترابية وكمان الالوان الفوسفورية طال عموضة جدا بتحطي معه بقى مانيكور والروج فوسفوري برضو؟ اه طب انت حتت الزيت الشيط السنالي مصيف يعني بنقلب كل حاجها مع بعض كده انت حتت الزيت على اللامونة على الملح على الفلفل وتومي حط الفراخ ايه ده يا مفيدة الخبرة دي؟ لعمرها هتطلع ده انا من غير معط سنة في البرنامج اعرف عاملها لا وبعدين ايه هو لتطلع احلى لو بيتها طول الليل في التلاجة مش كده؟ هو ده بقى وبعدين لما احب بقى انوع مثلا ممكن احط معها روزماري احط معها زعتر كده اهم اوكي وممكن احطها في فرن وممكن شويع الفحم طب انا عايز لك سؤال مين علمك الطبيق انت بتلاقي وقت تمنين؟ لا الواحدة كده طول عمري يا مفيدة الاساس ان الناس كلها بتطبخ ايوه ايوه بأي يا مفيدة ايوه انا عارفة ان انا خرجة عن الاساس في كل حاجة ان انا مديش اساس أصلا يعني الطبيق ده حاجة مع كل شغلانة يعني اه ما ربنا خليلي ماما انا ها انا فتحت شبوك تعرفوا تعملوا زيها كرمب مع الفراخ اللي كانت عاملها انبارح تعرفوا تقولوا حاجة لما تعرفوا تعملوا صنية البطاطس بتعملها انا بقى نتكلم انا ننبسط لما انت تعملي كرمب والفراخ انا مع عملي ما هعرف اعمل كرمب زي ماما يعني ايش برضه بقى انا عارفة لا كرمب ولا الوراء العنب بعد مفوض ان احنا بقى هنبأيته في التلاجة كده يعني على طول الليل هنحط ده كده ونخلي الجلد كده على الوش عشان يحمر انا عجبني فكرة ان انا احنا هنعمل الاملة بتعلمهن ونبيته يوم في التلاجة ونطلع نعمل الصبت بالليل الصبت انا ممكن اروح اعمله انت وقعت مش مشكلة يعني عادي وتسيبها وتحطيها في الفرن الدي بقى يعني الفرن هنا جديد فهنصبها نصف ساعة بس وتغزيها تتأكد انها استاوت اه بيباك تغزيها دي لما تبي عايز اتنويتي حتى لا يا ماما فيها قز بالسكينة تغزي الفرخ لا يا ماما غلط تغزيها دي لما تغزي حتى لا بنتي لا كنا بنقول تغزيها هم اللي اخترقوا بالضبط كده اه هاي اصلا رحيتها وهي نية لسه حلوة اه بالضبط كده تسيجي نحط فيه سهير بتقول فيه ممكن نحط سماء سماء مش مع الاكلة دي لا تحط معها زعتر ده بتعمل مع المطبق لا الفراخ دي عايزة زعتر اه والزعتر اكتر تتعمل بالزعتر اكتر نعمة التالب مش لبناني انما هو الزعتر تبقى شامي كده ميت فور هندخل بقى الفرن بقى دلوقتي ده الفرن عندكو حامي نار طبعا هنأكل الشباب دول ازاي احنا لازم يلا بقى هننقل بقى على الحلم تيري مسوح اه تيري مسوح هو اللي شاف قال لي ان كلمة تيرا جاية من لوتار بستلعيني تيرا هي معناها الارض المسوح يعني بترفعني من تحت الفوم من الارض للسمم كتر مالاكلة حلوة ايه بتعمل هاي بتعمل دماغ هاي 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 بهزة دلوقتي قولي المقادير الاول طب اوزم البرنامج المقادير هنجيب 36 قطعة جبنة كريم تشيز مش هادر اقول الماركة معلش مش مهم يعني جبنة نيستو لا مش نيستو نيستو بي فيها ماركة اللي فيها مربعات المربعات الكريمي اللي فيها اشتا احنا بنعملها ليبل جبنة دي عشان احنا في مصر الماسكاربوني مش متوفر قوي وغالية جدا كده اسهل اوكي وفي لبن مكسف محلق علبة وفي عندنا حوالي اربع معلق ككاو واربع معلق نسكا فيه وكبايتين مية ساقة عشان داو فيهم النسكا فيه اوكي وعندنا باكو صفويات حوالي 400 جرام اوكي يعني ممكن نستعمله كله ومنكم نستعملهش كله لحسب القلب اللي احنا بنشتغل فيه يلا شموكي هو انه يبقى مضروبة اه اسود 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 اوه اسود بقى مش عطا بتعمله على بني تعمله على بنفسك انت حرة بس شموكي معناهن حاجة تقيلة وانا مش حاسة ان انت حط حاجة تقيلة لا ازاي لا ايضا تستاش لا احطت كيلو لا لا دا ما استجهل من دولة لا مش بتستاش كوالبنيات نزيل حتى 400 جرام زي كنبقى خلاص ما بيدش بحط ميكوب خفيف وبعدين هنعمل ايه بعد ما دويبنا دا 36 قطعة 36 قطعة هتضربيهم في الخلاط بالزيق بايه باللبن اعجب مع اللبن لمتى نعملت مع اللبن المكسف بدل ما احط بياض بيد وحط سكر المكسف بيديني التكتشر اللي أنا عايزيها هيعمل المزيج اللي إنت عايزيه ونحيوش زفارة البيض هيعمل المزيج اللي إنت عايزيه بالذات يلا وطبعا أسهل في التحضير وأوفر في الوقت وكل حاجة حلوة الفكرة والله العظيم ستات اللي تطبخ بتعمل اختراعات يعني تستبدل حاجات بحاجات أنا هعمل النهاردة مفيدة لو هتعملين النهاردة تجي بيه بكرة وانت جاي ناكله عشان نتعدى اعملي اتنين أكلنا كله في البيت اعملي اتنين يعني أنا مش فاهمة نضربه هنا ايوة اه خذيه وقفل التلاجة اتنين زي السيديهير او ماي جود دي عايب انتاج عندك مش عايب مني ليه في اي دي ما رتبيتش كويس أماعليش مجرش في البيض او بس اضربها لغاية انت بقى. لغاية لما تبقى كريمي قوي. كريمي اه. وكمان مش هنحط فانيليا لان ما فيهاش بيد. لكن لو كنا بنعملها بقى بالماسكاركوني والبيض وكده كان لازم نحط فانيليا. انا هندوق في الاكل فالو. اه. هندوق ونتخيل. خمس زاي بقى نضربها كده خمس زاي تقريبا. رضيهم عندنا وقت. اعمل لك حاجة اتاعدك في الاسناء دي بحاجة? لا ولا حاجة. كله اه كله تمام. طيب. مشت. يبقى احنا بنضرب ال 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 36 قطعة مع الكريم مع اللبن المكسف. خمس دقايق لغاية ما يبقى كريمي خالص برج مور. نعم. كريمي خالص. نعم. اه اوكي. تمام. تمام يبقى احنا في الضرب مش دا. اللي هي الا 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 التي افشي ماشين العصايا دي. اه انا. اه. كرا اسرع جدا. قبس ده جايبة برضو راعمي اه IS? يعني شغالة يعني شو走تقول. اه. طيب هاتي اما اضرب لك لو انت عايزها عشان تكملي انتي بقيت الشرق اه يا ري.? طيب وقه سي بس هاتفي بقى. هاتفي بقى. هاتفي بقى انا هنا. احنا. انت تعمل لأ اي في الأسناء دي؟ انا في الاسناء دي. انت هتعمل ايه? طبقة كاكاو تحت. في القالب اللي هتشتغن فيه. اه في القالب. ليه بحط طبقة الكاكاو? علشان البتكوت السابويار هسقطه في في الناس كافيه. فلو شرب مية زيادة بيينزل على الكاكاو يبقى شوكولاتة حلوة. اه اوكي. يمتص يعني ما يبقاش في مية في القالب. احنا حاجة تعمل شوكولاتة مع مع البونيه. كمان بيبقى حلو حلو قوي او. ممكن لو حد عنده مثل بيت مكنة اكسبرسو بيبقى احنا كمان من الناس كافيه. لا لا احنا احنا مشاهدين. ما عندهمش مكن احنا احنا بنعملها كافيه. يلا عشان ايه الوقت. لا ده مفيش اسهل مدخل احنا عملناه. طيب انا كده خلصت. بنبتدي بقى ان نسقط واحدة واحدة كده ونشيلها بسرعة عشان ما تاخدش اه مية كتير. اوكي. عشان ما يبقاش في مية في القالب بعد كده. احنا تساعدك. عشان نخلص سريعان. اه هتفرشي راقة تحت. بالزار. هتفرشي راقة في البايركس. اه راقة في البايركس. وتقفلي يعني شمعتول في عرض رغاية ما تعملي اه ارديا. كله ينزل. كله ينزل. اهو كده. اه. ماشي. وبعد كده برش تاني برضو كاكاو. اه علشان اه. عشان يعمل شوكولاة. عشان يعمل شوكولاة. عشان يعمل شوكولاة. برضو يمتص الاوفر اللي في النسك فيه. بس كده صح? اه. انا بساعدك اهو. لأ بس ما كارويتش عشان انت بتكارويتش. احنا عشان عندناش وقت. احنا احنا جايين احنا هنحط. احنا هنتفرج على الجزر. بس انا الاول بنعمل الناس يتفرجوا على الموضوع. عشان بس نبتدي نفرش راقة. اوكي. اول يعني مفيش اسرع من الطبختين اللي احنا عملي. يلا. احنا كده. سوين. هترشي كاكاو. نعمل كده بس. هنعمل واحدة سوين. سوين. هتقفلي بالطول يا مفيد. هنقفل بطول. علشان اللي يبقى فيه يا جماعة فرشة كاملة تحسي من البسكوت. ميبقاش في فراغات. بالضبط على كنور. صح كده؟ اه. صح. عشان هم فيه لأكلتك تورطايا في البيت كنت عاملاها بالبسكوت ده. اه. فكرة. اللي بالكرام شانتي والاناناس. اه بالزبط كده. حلوة. بالزبط كده. والكاسترو بتاع عملت فيها. كانت عاملة. كانت عاملة. يعني ايه. كانت عاملة شغل جامد اميرة. لا انت بتبخي هاي بقى اميرة. برضو نعمل تاني كاكاو تاني. طب سريعا. علشان لازم بقى متوزع. اه صح. مبقاش حتة تقيلة وحتة خفيفة. مال انت هنحط الكريمة دي. هنحط الكريمة دولتي حالا. هتحط الكريمة وترجعي تحطي رعب سكوت تاني. صح؟ اه. وكده يبقى خلصنا ترمسوه. بالزبط. طيب. يبقى معنا كده المنظر هيبقى قهوت علي اميرة. انا جاي حالا تجي فيه. يبقى علي روحي بقى خلاص ما اسيبي مكانك بقى. جاية. مش هنكمل لشانوري الناس بقيت تجملي. هنكمل الشغلي وانا اميرة هتقسم انتي. اصدوه يا امير عبر من اقف برضو معها وقدي الواجهة. احنا هنتضرب. يا جماعة والله الطبق شكله بديع. و. نسينا طبع. والفراخ. الفراخ يا مفيدة. الشكل هي برضو من الحاجات الحلوة. كروتوا فاكرة عشان يروحوا بادري خلي بالكو يا امير. لا طبع مش مني. فاكرة. انا عشان وقتنا. اشرحي. اشرحي. يلا. اشرحيني. بحط الطبقة من الجبنة اللي احنا عملناها. اه. اه. بنوزعها كده. صح كده? اه. وبتدي رسي بس واحدة ولا اتنين فوق ايه عشان الناس تشوف الحلقة وهي بتقفل بس. لسه هنحط واحدة اه رشة تانية. اه. الوقت خلص التيتر نزل وخلص يا جماعة اقفلوا الطريقة. ما احنا خلاص اهو. وانحنا ورادة عملنا. ما اتفقنش الفقرة عشان دلي. يبقى كده. الشكل كده. الشكل كده بياخد وقت قد ايه في الفرن? مفيش فرن خارج ده بتحقف التلاجة على طول. من ثلاث ساعات. من ثلاث ساعات. لو اه. ولو تساب يوم في التلاجة بيبقى احسن بكسرية. انا بس عايز اقول ان انا بشكر اه امنة بشكر اميرة مرسي جدا نشوفكم بكرة ان شاء الله وحلقة جديدة من استاذ ما عارفوش كده. احنا هتاخرنا عليكو بس ده شكل نهائي. ومش هنسيبكو غير لما قامنا تخلصينا الجزء الاخير من الطبخة. صح كده? اه صح. اه صح. لو كده كده تاني في السريع. وبعدين رأة تاني جبنا. وبعدين رأة تاني جبنا صح? لا رأة تاني. ده اخر. ده اخر. عايز وبعد الفوق البسكوت. بسكوت. هنحط تكاو تاني. تكاو تاني. وبعد كده خلاص نحط الجبنة وانت هنا. حسنا. 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 لازم. لازم.